فيديو اليوم عبارة عن حقائق ربما لا تعرفونها عن نجمة قناة طيور الجنة جنة مقداد الاسم جنة خالد عبدالله جبريل مقداد تبلغ من العمر جنة مقداد 12 عام وتاريخ ميلادها هو 29 أربعة 2008 ومكان الميلاد مدينة عمان الأردنية نشأت وتربت جنة مقداد في أسرة فنية بامتياز وقد أنهت المرحلة الابتدائية هذا العام وستدرس الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي الجديد وترجع أصولها لفلسطين حيث أن والدها خالد مقداد الذي يبلغ من العمر 48 عام أصوله أردنية وفلسطينية لكنه ولد في الكويت ووالدتها مروح حماد التي تبلغ من العمر 41 عام أصولها أردنية تحمل جنة مقداد حاليا الجنسية الأردنية والجنسية التركية ولكنها تسكن دولة الكويت مع عائلتها ولديها بيت بتركيا وبيت بالأردن وبيت في الكويت وقد عاشت فترة في السعودية لكن حديا هي مستقرة مع عائلتها في الكويت وهي الابنة الوحيدة لمدير قناة طيور الجنة السيد خالد مكداد وعندها خمسة من الاخوة هم وليد والمعتصم وجاد وإياد وسند ولا توجد لها اي اخر وتقول جنة انها لا تفرق بين اخوتها فكلهم سواسية ولكن اقرب اخ لها كما تقول هو وليد الذي يتمتع بصفتي الطيبة والمرح وفي المقابل اكثر صفة تحبها بعصوم هو انه نكتي ومضحك وقد بدأت الصلاة في سن سبع سنوات وقد كان عمرها تسعة سنوات عندما ظهرت على قناة طيور الجنة الانشودة لها كانت قبل سبع سنوات وهي ماما جابت بيبي والتي دربها عليها والدها حيث كانت الانشودة هدية من السيد خالد مكداد لزوجته مروى حماد كما انها صرحت بان والدها لا يضربانها وانما يستخدمان معها اسلوب التحذير والنصح وقالت انها لن تقوم بعمل اي مقلب بوالدتها نهائيا وانها يمكن ان تقوم بعمل مقالب في عصوم وتقول ان اكثر بنت عم تحبها هي لجين وان اكثر بنت عم تحبها جود وان اسم صديقتها بالمدرسة رغد وصرحت جنة ان هدفها في الحياة ان تتخرج من المدرسة وان تصبح مهندسة زراعية او غذائية وان اكثر صفة تفضلها بنفسها انها تضحك دائما وتقول ان اجمل هدي بحياتها هم والدها وهي تحب متابعيها بشكل كبير وتحب ان يكون لها متابعين اكثر واكثر ونفت بشكل قاطع انها بصدد عمل بلوك لمتابعيها فهذا لن يحصل مطلقا ولدها جنة برنامج اسمه حكاية جنة على قناة طيور الجنة وعلى اليوتيوب وتحب ان تقوم يوميا بالنزول واللعب في ساحة منزلها وفي الاجازة تقوم بتحسين خطها وحفظ خمس ايات من القرآن الكريم يوميا وقراءة القصص والروايات واللعب على البليستيشن وتصوير فيديوهات للقناة ويذكر ان اسم جدها هو عبدالله جبريل مكداد واسم الدلع الخاص بجنة هو جناوي وقد اقترب عدد المشتركين بالقناة الى 2 مليون ونصف مشترك وذلك في زمن قياسي حيث انها انضمت لليوتيوب بتاريخ 14-3 2017 تقدم في قناتها عالم جناة التحديات واليوميات الشيقة وتظهر برفقة والدها ووالدتها واخوتها وقد بلغ عدد متابعيها في انستجرام اكثر من 480 الف متابع وعدد معجبيها على فيسبوك اكثر من 260 الف معجب وكذلك لدي حساب في تطبيق سناب شات اسمه جناة مكداد والمادة المفضلة هي مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات والهواية المفضلة هي هواية السباحة ولعب الكرة والكليب المفضل هل اهلاله غنته وهي صغيرة وايضا كليب الوزن بيزيد وتحب جناة المدرسة كثيرا وتتمنى العودة لها واللون المفضل لها هو الازرق واكثر اسم بنت تحبه ندا واكثر اسم ولد تحبه وليد وتشرب جناة اللبن والحليب اكثر من العصير وتقول ان الاكلة المفضلة لها هي ورق العنب والفصل المفضل هو فصل الشتاء والشوكولاتة المفضلة هي الشوكولاتة بالبندق وأكثر انشودة تحبها من أنشيدها عصوم وليد بحب الأكل كتير والرياضة المفضلة لها هي رياضة السباحة والبرج الفلكي لجناء هو برج الثور ومن أعمالها عام 2018 دفتر ذكرياتي شبرة أمرا ماجينا ومن أعمال جنة مكداد في عام 2019 سنة ماما وبابا عالم البنات ومن أعمالها عام 2020 بيت جدي أمرا يا رب أكبر نسألك الجنة ويذكر أن والدتها هي من تدير قناتها وهي من تقوم بتصويرها ويذكر أن لديها سريرين في غرفتها وقد بكت جنة مكداد عندما علمت أن جنس المولود السادس في عائلتها ذكر وليس أذثى فقد كانت تفضل أن يكون لها أخت أن تسميها ندا أو حلا وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد قناة الوان تيوب اشتركوا في القناة